أصدقائي إن من شكرنا لله سبحانه وتعالى أن نعبده بأحب الأعمال إليه وهي الصلاة قال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قالتين ولكن هل تعلمون أصدقائي كيف نصلي؟ قبل الصلاة لا بد أن نستعد بالعديد من الأمور وذلك بأن نتوضأ ونلبس ثيابا طاهرة ونقف في مكان طاهر ونتوجه إلى القبلة وبعد ذلك أنوي بقلب الصلاة ثم أرفع يدي إلى أذني وأكبر قائلا الله أكبر ثم أضع يدي اليمنى فوق اليسرى على الصدر وأقرأ الفاتحة ثم ما تيسر من القرآن ثم أركع قائلا الله أكبر وأقول في ركوعي سبحان ربي العظيم ثلاث مرات ثم أرفع من الركوع معتدلا قائلا سمع الله لمن حميده ربنا ولك الحمد ثم أسجد قائلا الله أكبر وأقول في سجودي سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات ثم أعتدل جالسا مكبرا وأقول رب اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني ثم أسجد مكبرا مرة ثانية وأقول في سجودي سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات ثم أقوم للركعة الثانية وأفعل ما فعلته في الركعة الأولى تماما ولكن بعد السجدة الثانية أجلس وأقول التشهد حتى أن تهي منه ألتفت يمينا وأسلم قائلا السلام عليكم ورحمة الله ثم ألتفت يسارا وأسلم مرة ثانية إذا كانت الصلاة ثلاث ركعات كالمغرب فإنني أقوم بعد التشهد الأول إلى الركعة الثالثة وأقرأ فيها بالفاتحة فقط ثم أركع وأسجد وأجلس للتشهد الأخير أو أقوم للركعة الرابعة إذا كانت الصلاة أربع ركعات كالعشاء ثم أجلس وأقول التشهد كاملا ثم أسلم عن يميني قائلا السلام عليكم ورحمة الله وعن شمالي قائلا السلام عليكم ورحمة الله بذلك نكون قد أدينا الصلاة على وجهها الصحيح تقبل الله منا ومنكم والسلام عليكم ورحمة الله ترجمة نانسي قنقر